دكتور أندين احنا شايفين على الشاشة دلوقتي لقطات لسه جالنا من حادث حرق أحد القطارات الخاصة بمترو المترو الواصل ما بين الماضة وما بين المطاري كان هناك مجموعة من المتظاهرين الموجودين بالقرب من المترو هؤلاء المتظاهرين ألقوا ببعض زجاجات المولتوف على أفراد للشرطة كانوا موجودين قرب المترو ولكن زجاجات من الزجاجات سقطت في قلب المترو ولعت حريقة في العربة والخسائر امتدت إلى العربة التانية زي ما حضرتكم شايفين على الشاشة معنا ده مشهد الدمار اللي حصل في عربة المترو على الخط الواصل ما بين المطارية وما بين الماضة الخط زي ما نائب رئيس هيئة النقل العام في القاهرة قال لنا الخط كله تم فصل الكهرباء فيه والخط كله متوقف الآن معنا على الهاتف مراسلنا زميلنا مراسل سي بي سي حسام حداد من محيط محطة التجنيد حسام برحب بك لو ممكن تقول لنا حجم الخسائر في السيارات الاخرى او العربات الاخرى والقطار غير العربية اللي احنا شايفين يعني بالفعل كما ترون في الصورة التي نوطنها لكم الآن هناك خسائر شديدة فيه عربتان من عربات الفرام او المترو احترفت العربتان تماما لم يمكن حارف على اي جزء منها تم عربتان ايضا هناك تكتير للعربات او زجاج العربات الاخرى في نفط احسطار ايضا عندما اشتعلت هادين درامب عربتان القطار اخرى طائف القطار الى الانطلاق بخص الناس من المنطقة التي تم اشعار فيها في منطقة بشارع الروسة وانطلق واقتضم في طريقه ببعض السيارات الملاكة التي كانت تعبر خط البرامب في هذه المنطقة حوالي بيأثر من اربعة او خمس السيارات رأيناهم بعيوننا في صريحنا الى هذه النقطة كان بيحاول يهرب يا حسين بالفعل يعني في محطقة النقطة هناك تكسير شديد للعديد من الانطلاق الاعلانية الموجودة في تلك المنطقة تكسير من محطة الانتظار الخاصة بالترامب لجواجهات الاعلانية واللباء تليون يعني التي يضع بها هذه المنطقة فعندما وصل الترامب او استطار هادة الى منطقة الحجنيد القدمة باستطار اخر كان على نفس القط من المهدى الى يعني شكل حادث او هندعاج في العربتان المتقدمتان طيب حسين احنا عندنا التقرير الاولية بتقول ان هذا الحادث لم ينتج عنه اي ضحايا يعني ايه تعليقك يعني هل وصلت لان هناك ضحايا في المنطقة يعني حتى الان لم تعلن اي جهة عن اصابات او وطنيات الحمد لله في نتيجة هذا الحادث اه من رؤى شهور العيان لم يذكروا ليه شخصية ان حدوث اي اصابات او حالات وفيهات